بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية قضاء الحاجة في المنام هنتكلم عنها بشكل عام هنعرف امتى بتكون رؤيتها محمودة وامتى بتكون رؤيتها غير محمودة اولا بشكل عام رؤية قضاء الحاجة من الرموز اللي بتبشر بزوال هموم وكمان من الرؤى اللي بتدل على تفريح هم ومن العلامات اللي بتبشر الرأي بقدوم فرج كمان من الرموز اللي بتدل على تبديل في احوال الرأي من الاسوأ للافضل من الرموز برضو اللي مبشرة بقدوم نعم للشخص كمان لما يشوف الرأي انه بيقضي حاجته في مكان مجهول بالنسبة ليه هو مش عارفه فاحيانا بتدل على ان هو بياخد اموال الاموال دي الحقيقة هي مش بتحل ليه كمان رؤية الشخص انه بيتبول في مكان مجهول بالنسبة ليه فبرضو احيانا بتدل على اسرار ممكن الاسرار دي تكشف عنه او معلومات تكشف عنه خصوصا لما يشوف ان فيه ناس شافوه كمان لما يشوف الرأي انه بيقضي حاجته فبرضو من الرؤى اللي بتدل على خلاصه من مشاكل كانت يعني بتعكر صفه حياته فمن الرؤى اللي بتدل على ان هو هيلاقي حال ليها وهتنتهي برضو لما يشوف الرأي انه هو بيتبرز بشكل زيادة فمن الرموز اللي كان هو بينوي على السفر فان شوية السفر اللي هو بينوي عليه ممكن يتأخر شوية او يكون فيه شوية اه تعطيل الفتالة اسباق برضو لما تشوف ان هي بتقضي حاجتها في المنام فبيكون اه بشارة ليها بممال هتحصل عليه في الفترة القادمة كمان بشارة باخبار سعيدة هتسمحها اه من الرموز برضو اللي بتدل لو كانت هي بتعاني من هموم او بتعاني من مشاكل فمن الرموز اللي بتدل على انتهاء الهموم دي او الديقة اللي هي بتمر آآ بيها من الرموز جمان اللي بتدل على خلاصها ومن شيء كان بيسبب لها ازعاج او كان بيسبب لها آآ حزن آآ كمان لما تشوف المرأة المتزواجة ان هي بتقضي حاجتها في المنام وتشوف ان هي بتقضي حاجتها داخل الحمام او داخل الطالت فبردو من الرموز اللي بتدل على سعادة وعلى فرحة وعلى استقرار في حياتها الزوجية آآ بشكل عام لما يشوف ان فيه تغيير في اللون بتاع ال 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 البراث وتشوف ان هو قسوة شوية فاحيانا بتدل على مشاكل هي ممكن تمر بيها ممكن تكون المشاكل دي مشاكل عائلية او زوجية ممكن تدل على آآ نزاعات والنزاعات دي هتكون متقررة او هتكون آآ بشكل آآ مستمر آآ كمان المرأة المتزواجة لما تشوف نفسها ان هي آآ بي آآ تتبرز آآ في المنام آآ برضو من الرموز لو كانت بتدل بتمر آآ بديقة او بأزمة فبيبقى بشارة ليها بالالفرج لما تشوف ان هي آآ بي آآ تقضي حاجتها في الفراش فالاسف احيانا بدل على ان زوجها هيهجرها آآ شوية آآ كمان المرأة الحامل لما تشوف ان هي آآ آآ يعني تقضي حاجتها فبشارة لها بتحقيق آآ امنيات او بتحقيق شيء هي بتتمنى وهتحقق يعني بالتدريج شوية آآ شوية آآ كمان آآ آآ قضاء الحاجة او التبرز برضو للمرأة الحامل آآ من الرموز اللي بتدل على آآ 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 ميسرة لو كانت فيه متاعي في فترة الحمل فمن الرموز اللي بتدل على آآ آآ انتهاءها آآ آآ كمان لما تشوف المرأة آآ آآ الحامل ان هي بتقضي حاجتها بصعوبة فآآ قضاء الحاجة بصعوبة من الرموز اللي شوية بتدل على عقابات او مشاكل او ممكن تكون ازمة آآ صحية هي ممكن تمر بيها في الفترة القادمة. المرأة المطلقة كمان المرأة المطلقة لما تشوف ان هي بتقضي آآ آآ حاجتها فمن الرموز اللي بتبشرها آآ آآ بتحول آآ في حياتها ليه الافضل وللاحسن لو كانت هي بتمر بزروف شوية فيها حزن او فيها آآ آآ مشاكل فمن الرموز اللي بتدل على آآ آآ انتهاءها آآ من الرموز برضو اللي بتدل على آآ آآ ما اللي هي هتحصل عليه في الفترة آآ القادمة آآ آآ كمان لما تشوف ان هي بتقضي آآ آآ حاجتها شوية بيه صعوبة فدي برضو من الرموز اللي شوية بتدل على صعوبة هتواجهها آآ آآ في حياتها او آآ آآ تعطيل او مشاكل هت آآ آآ مر بيها. الرجل كمان لما يشوف ان هو بيقضي حاجته في المنام من الروع اللي احيانا آآ آآ يعني لما يشوف الشخص انه بيقضي آآ حاجته بوي بيقضيها بصعوبة فدي مشاكل ممكن يتعرض لها ولكن هيقدر انه يتغلب عليها او ان هي هتنتهي. كمان بالنسبة لي الرجل بيضل على سيدة. الحقيقة آآ سيدة آآ موجودة في حياة الشخص آآ ممكن تكون آآ سيدة الالتباع. وهي بتحاول انها تدخل في حياته او ان هي آآ يعني آآ تسبب له آآ الضرر. آآ كمان تقرر لما يشوف الشخص انه يعني آآ تقرر وضع آآ القضاء الحاجة لما يشوف ان هو بيقضي حاجته بشكل مستمر او بيحلم بشكل مستمر بيحلم بها آآ ويشوف ان هو بيقضيها بصعوبة فللأسف برضو من الرموز اللي بتدل على اوضاع سيئة آآ ممكن يمر آآ بيها او عدم استقرار في حياته آآ بشكل عام. اما لما يشوف انه بيقضي حاجته آآ بي آآ سهولة فمن الرموز اللي بتدل على حل مشاكل كان هو آآ يعني بيمر بيها وكمان من الرموز اللي بتدل على آآ فرج وعلى زوال آآ هم لي وعلى آآ آآ تحول او تغيير في آآ حياته للأفضل وللأحسن آآ كمان احيانا لما يشوف الشخص انه بيتبرز في آآ سيابه فاحيانا بتدل على معصية هو آآ بيقوم آآ بيها. الرجل لو كان مريض وشاف انه بيقضي حاجته فمن الرجل اللي بتدل على شفاءه او تحسن آآ في صحيته بشكل عام. ده كده باختصار اهم التفسيرات اللي متعلقة برؤية قضاء الحاجة او التبرز في المنام آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوني تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. مشكركم جدا وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام. شكرا